السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنكمل مع بعض هناخد هنعمل بعض الـ على الـ على الـ انا اهم حاجة يكون محاضرة الـ فانسة الناس فهمتها كويس وسجلت الخطوات وديني بالنسبة لكم قط لطيفة ماشي فانا دلوقتي خلونا نسغرد شوي هيا كده عشان بس احنا بقى عايزين نلعب طبعا هتلاقي ان انت كده معلق عشان بعمل update فالصور دي مش هيترجع ماشي احنا مهمتنا هنا في الـ انا دلوقتي زي ما حد فعلا احنا عايزين مثلا هنا يبقى فيه كل تبايا من دي خلونا نشيت بقى دول عشان هعمل تبايا بشكل مؤين وبعد كده اقرار انا مثلا هنا الدزاين ده انا عايزه يبقى روه ماشي ماشي وبعد كده نحن نعمل روه والروه نعمل فيه مثلا ايكون ايكون وجوه ايكون دوت مسلا اا عايز اا راش ولا اي حاجة تعبر عن الدزاين مسلا دي وهقول الكالر بتاعها برضو كالر وايت ماشي ماشي طبعا هو عايزين هفاصله طبعا لو عملتي كده هيقول لي ايروش فانا لازم ماشي خلونا نعمل تلاتة رو او تلاتة بات زي ما بيقولوا كنترول سي كنترول في كنترول في او مصو بقى ايه بقيت ايكونة طبعا نمفوض ندخل بقى اهلا نعدل الايكونة مسلا وكمبيوتر كومبيوتر كومبيوتر مسلا ونسمي ده ماشي ونخلي ده مسلا ماركتينج 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 نجيب له مسلا هنا اي نعمل كده نشوف اي حاجة دي مسلا ماشي مهم اي حاجة طبعا انت واخد بالك انه عايزين سبيس فانت ممكن تروع على التكست ده مسلا او ممكن تعمل هنا اللي هو السايز بوكس اه بتقول له مسلا ان الهيط بتاعك عشرة هان هو لا مش الهيط ان اخد الويتس عشان يبعد شوية ماشي وناخد بقى دي كده كده ونحطها كده نحطها كده ماشي اه ده باختصار ايه ان احنا نعمل هنا تعالوا الروح للمرحلة اللي بعدها ان احنا نشوف ان احنا بقى نعدل المحتوى ده بروب زي ما احنا عايزين براحتك فافرض مسلا انا في الدزاين هنا هنا بقى تقدر تحكم براحتك هنا مسلا عايز احط صورة وكلمة وهنا عايز احط كلمتين ده اللي احنا نحاول نعمله بقى مع بعض او سهل هي هي يعني ووجيتس بس عشان ناكد استمراريتنا في الموضوع ده يلا بينا ماشي ويعنك زي ما احنا عارفين ان انت بتبني هنا بتبني الشكل انت عايز وانا نبني حاجة بالشكل ده ماشي انت عايز تبني حاجة تانية مفيش مشكلة ماشي فعايز ان نعمل ايه تاني? اه اه خلو بقى انا نعدلو من اين? نروح هنا احنا ده اول واحد ده ماشي خلونا كده عشان نزبط نفسينا خلونا نعمل تلاتة كونتينر كونتينر هون ماشي والتلاتة كونتينر دول انا اعتبرهم حاويات للتلاتة بتوار اول واحد مثلا انا يا سيدة عايز اعمل فيه كولوم هيبقى كولوم وجوه كولوم ده هيبقى فيه تشيلرن طبعا انا عايز زي ما قلتلكم عايزين نعمل امج خليها فروم أسيتس هون جيب اللي هي اللي احنا عملنا دي ماشي طبعا هو بصوه بقى هي اللي بتاع هنا هنا عزين الصورة تبقى صغيرة فالصورة نفسها لاي حاجة اسمها ويتس انا اقول له مثلا على الصورة 50 هيت مثلا خمسين هيا بقيت صغيرة اا او ممكن نخليها مثلا تمانين في تمانين طبعا ناخد بالنا اصلا احنا نصغرين المقاس بتاع الاببر ده فالمفروض الاببر ده هو الفيو ده هتتعامله خمسين مفروض ده مثلا تخليه هيت 200 عشان تتحكم بيبقى معك مساحة ماشي او تقدله مساحة من الشاشة بنا تقوم بما فود من ميديا قوية دي تبهم انا بس عشان ايه انا دوقت عايز انا رقتي في هنا اهي بعد ال بعد ال بعد هنا برضو هعمل تيكست بقى بس تيكست هيبقى كبير مسلا تيكست We are in the profile screen مثلا that is show design مثلاً 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 كده كله غلط بس مش مشكلة عايز روح مثلاً على ده ودي له مثلاً عايز مثلاً خلي الكلوم بعد ان هو بيبدأ طبعاً في النص عادي خليه من البداية مفيش مشكلة عايز اغير هنا الـ text color واكبره شوية الـ text style كده بقى الموضوع اتضح يعني المفروض كل ده بالنسبة لكم دلوقتي color مثلاً white ماشي وعايز ادي له font size 20 تمام كده يعني ده ببساطة لو روحنا للتاني مفيش حاجة انا عملها container فقط تروح للcontainer هنا مثلاً بتقول له child اقول له برضو هنا انا عايزه عام column برضو بس جوه الكلوم ده حط ثلاثة بقى text ولا حاجة فياخر الـ text ده او هاخر الـ padding دي كده ctrl c واعمل هنا وانت عدل بقى طبعاً هو عايز فاصلة فاصلة ctrl s كده هو يبقى programming وهو ثلاثة هم ماشي انا عايز الكلوم ده يبدأ من الاول فانا اقول له cross access align cross access align dot start فكده هيرو هيبدأ من هنا براحتك اعمل اللي انت عايزه التالت مثلاً ده انا هخليه يسيدره وبقى هخليه هحط فيه ايكونة ايكونز 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 مسلاً دي وبعد كده ايكونز ضد مسلاً العلامة دي وبعد كده هعمل فيديكست ويهير مسلاً بقى كده ويهير اقدر اتدير هتنسيك زي ما انا عايز لو انا عايز انسا نحط كمان ايكونز بعد دي براحتك انت معك وجه تصمم فيها اللي انت عايزه قدر تعمل اللي انت عايزه وللمعلوم انت قدر تخليه اصلاً يعني دلوقتي زي ما احنا شوفنا كده الحاجات المودرن الجديدة بقى يعني بقى تقريباً ده الاساس يعني بيبقى فيه ثلاث اربع صبحات بس هنا اللي هما اللي بسين وكامل المحتوى ممكن اللي هو بيبقى في موضوع اللي هو فالسنجل بيتش المصطلع عموماً انت بتحاول التطبيق كله يبقى هو بيبقى انه صفحات كتير بس هو اصلاً بيقى في صفحة واحدة وانت بيبدل المحتوى فدي من اكتر حاجات اللي احنا نستخدمها وتقدر تكستوميز بقى سواء دي ودجت تقدر تعمل فيها اللي انت عايزه وتقدر تعمل هنا اللي انت عايزه وبالغة زي ما انت عايزه فده كان تطبيقاً اللي انت زي تتتحكم في المحتوى ده وكل واحد بقى بشكل مختلف تماماً يارب نكون وصلنا حاجات وصلنا لمرحلة كوية جداً جداً مفروض الناس بقى تبدأ تطبق اشتغلنا على التابس اشتغلنا على كل حاجة اعتقد ان احنا خلاص ارادنا ان احنا بقى نتعامل مع موضوع في موضوع الشاشات يعني هنا مثلاً كده اي هنا هو مش مديه اي ايرور الا كده بس اصلا اتزيل مش منفعش كده المفروض ده يبقى واحد بس وطحت وعد وده برضو بدل مهروب يبقى كون فده احنا ان شاء الله هنشوفه مع بعض المرة الجاية او يعني اشوف لو في موضوع اهم من ده هنشوف يعني خ من ده جاية دورنا في المحاضرة الجاية من شرش والله في نشير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته